اشتركوا في القناة 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 مية ستة وتماليين سنة الفين بيقول بشأن اطلاق مدة الاعراض والاجهزات الخاصة القرار ده منشور في الوقاعة المصرية وده اتخذ في دلسة مجلس الوزراء يعني القرار ده مولود بتاع اللي مولودها كان في تسعة وشين يناير سنة الفين انما انا عايز اقول في المادة بتاعته الاولانية لايروز السلطة المادة الاولى لايروز السلطة المختصة يعني مكيل ازهر او غيره او غيره اه تحديد حد اقصى لمدة الاعراض والاجهزات الخاصة بدون اه بدون مرتب للاسباب التي التي يبديها العامل وتقدير السلطة المختصة اه تتم الموافقة المادتين على الاعراض والاجهزة الخاصة بدون مرتب مش عارف ايه وتتم التحديد للعراض والاجهزة بعد 4 سنوات الاولى ولا يشترض حضور العامل شخصيا حتى انتموكم برا ما تحضرش المهم اه دي عضية وتعالوا مفكر سوا كده يعني بعيدا مساعدة يعني السادة المسئولين ممكن يكون فيه ناقص على فكرة في السادة في اعضاء اهية المدرسين في الاسر ممكن يكون فيه الكلام ده كله ممكن يكون فيه حالة زي كده انما انت النهار ده عندك 8000 واحد بعيد يعني هو النهار ده برا وبيشتغل برا ولا بيستهلك لك طريق ولا بيستهلكها الكهرباء هو طبعا 8000 مع اصرته ولا 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 حدده كلها ولا ومرتبه بدون مرتب فمرتبه حتى موفر لك المرتب بتاعه يعني انا انا ممكن حتى صعب بناس النهار ده ان انا اعمل بعقود مؤقتة قليب ناس تشتغل والنهار ده انا ممكن اعمل يعني فيه الف حل غير ان انا ردع 8000 ده احنا دايما بنقول برا العمالة اللي برا نخليها برا وهي بتعمل عملة صعبة البلد وهو شيء لنفسه ومش محملني تكلفة انما الرابع للبرا ده اللي عنده ولاد مثلا في السنوية عامة السنة دي او او دخل رمعة هناك او في اي بلد من بلاد العربية طب يعمل ايه ويروح فين وانت حدده حتدبره انه يستقيل والكلام ده كله طب ليه يعني انا النهار ده الموضوع محتاج يعني ده ولت نظر انا اما السيد طبعا هو السيد الوكيل الازهر او الدكتور اللي هو اخد القرار اكيد هو مستند لحالات قانونية انا مش انما هو الموضوع ده اصلا موضوع اه فيه حتد بالطبق وفيه حتد تا كل كل يجاه تقول يعني في التربية والتعليم المدرسين ما عندهمش المشكلة دي فانا النهار ده اللي انا عايز اقول اي حد بيشتغل برا خير وبركة دلوقتي بالعربي كده من الاخر يا سادة الوكيل خير وبركة الرجل ده دلوقتي يعني يكفي انه شايل عني الدنيا ايه ما احنا هنا الدنيا متشوفين عاملة ازاي ما تسيبوا خليه معا قبل انتخابات الرئيسة الامورية الاخرانية طلع بقرار غريب لدي يعني ان فيه مديونات للفلاحين وعند على بنك التسليف الزراع وفيه حكاية كده فطلع عليك لا اسقاط للمديونات ده قبل انتخابات بيومين ثلاثة قال لا انت ايه عم قال لا هو فيه موضوع كده وبعدين ده كان فيه وعود والكلام ده كل ان المديونات اقول لا حد شايل الصغط المدونية انما في فكرة الفوايد اللي بتتعمل وبنك التسليف الزراع ده ده بنك الدولة يعني خدت بالقى وبعدين هو الفلاح ما هو مطحون ورقبوا مئة ارد الفلاح اصلا يعني فكرة المسألة في الفوايد بدل ما تتكلم تقول ان احنا هنشيل الفوايد وبأصل الدين ونعمل الدين لان اصل الدين ده لازم يردع نتكلم في ده يعني فيه الناس يعني لا بيرحموا لا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل انت يا ست الوكيل انت شايف الدنيا عاملة ازاي وشايف النهار ده واللي حرع ده يعني هترع معا اه هترع انت شاعة الميزانيات عندكم كتير اوما انت حتقبض تامن تلاف واحد حتقبضوا مرتبات بقى حتقبضوا محاجات وحتكلم ده كله يعني انا اه يعني فضيلة الامام الاكبر شيخ القزر ياريت يبص لان في الاول وفي الاخر يعني نشوف حل المسألة الحكاية دي اه يعني مشكلة كبيرة جدا عندي لها رسائل كتير ريدا اه فيه فيه لستاذا اسراء اه في اسراء خالب بتقول لا الاستاذ صلاح الدين محمد مصعد بدار السلام بقول لي السهلاكي في الكهرباء لا تعدى خمسة عشرين ليني شهرية وبعد الزيادة وصلني في شهر اغوصل سنتين وثلاثين وستمبر اتنين واربعين وحضر المحصل فيهم عشرة اه تلاتة ويطلبني بمبلغ خمسين فرفضت الدفع عرفتوا بأن الكشاف لم يصلنا من سنة ونتبع ادارة كهرباء المعادي ماذا نفعل؟ على فكرة ادارة الكهرباء المعادي دي يعني انا مش عارف انا مش عارف هو في فيه في الكهرباء حاجات غريبة جدا مش عارفش معنى الكهرباء بالذات اللي كده انه في حاجة في حاجة غريبة في الكهرباء الحقيقة يعني الستاذ ابراهيم متولي بيقولي بيقولي عايزين سنت قتولينا حاجة عن حركة تسعة مارس تابور الخامس تسعة مارس ستة ابريل كفاية الالتراس ترجمة نانسي قنقر